تحكي قصة سارك البصل عن لص يعلم بشأن ارتفاع غلاء البصل فيقرر سرقة البصل لكي يبيع بساع مرتفع فيترى لستنجح اغطته نقطات مرة كان هناك للصن يدعى امجد ويعيش في احدى القرى وكان امجد معتاد على القيام بعمليات السطو كل يوم بعد منتصف الليل وفي احد الايام ذهب للسرقة احد المنازل وكان في هذا الوقت الزوج والزوجة يتحدثان على النحو التال يقول الزوج يا زوجتي استخدم البصل بعناية ان اسعار البصل ترتفع بشكل جنوني نقطة فقالت زوجة حقا سفعل كما قلت سوف استخدم البصل بشكل محدود امتداء من الغد فصاعدا اه امجد الذي كان في الفناء الخلفي فقد استمع الى حديث الزوجين وقال لنفسه لتي اذا سرقت كيسا من البصل يوميا من بيوت اصحاب المحلات بدا من سرقة الاشياء الصغيرة في كل بيت وبعد ذلك ابيع البصل بسعر جيد فلن ايكون هناك حية لا لساقة بعلى ذلك ونثمي مكاني بدأ عمل تجاري مربح من هذا المال وبعد التفكير بذلك خرج من المنزل ولم يسرق شيء من هذا المنزل وفي صباح اليوم التالي تجول امجد حول القرية لمعرفة عدد المتاجر في البداية رأى امجد متجر حسان الذي كان تاجرا صغيرا وسمعه امجد يقول لخادمة عليك ان تحافظ على كيس البصل فان اسعار البصل ترتفع مثل سعر الذهب اذهب وقم بتأمين الباب الخلفي من المحل نقط لذلك ذهب خادم حسان واغلق الباب الخلفي لذلك المحل لكن امجد في الليل وكسر قفل الباب الخلفي لذلك المتجر ليلا واخذ كيسا من البصل بعد ذلك وبعد العودة الى المنزل قال امجد لتي من الافضل استئجار غرفة في القرية المجاورة وتخزين اكياس البصل بدن من الاحتفاظ بها هنا في منزلي النقط وفي اليوم التالي في الصباح استأجر غرفة في القرية المجاورة وقع اكياس البصل هناك وبالمثل بدأ يسرق كيس بصل واحد من كل متجر في القرية ويخزنه في تلك الغرفة ولم يتمكن القرويون من العثور على السوى اصبحوا قلقين وكان هناك بائع خضروات يدعى سالم يعيش مع ولده ويدعى تيسير في القرية فكر الصبي تيسير الصغير في فكرة للقبض على اللص فقرر ترك كلبه الاليف في متجر الخضروات وفي تلك الليلة ذهب امجد لسرقة كيس من البصل من متجر سالم وعند رؤية امجد الذي كان يحاول كسر قفل المحل فاز الكلب عليه شعر امجد بالخوف حينها وبدأ بالصراخ بصوت عال ويقول وهو يحاول للهرب او كلب كلب عند سماع صوته امسك الناس الذين خرجوا من منازلهم بامجد وضربوه بشدة ولكن امجد تمكن من الفرار من هؤلاء الناس وذهب الى الغرفة التي خزن فيها جميع اكياس البصل المسروقة لانه كان يخزن البصل في تلك الغرفة لعدة ايام وام يكون هناك رهوية مناسبة ويلامجر ان البصل قد تعفن واصبح غير صالح للاستهلاك وعند رؤية البطل الفاسل شعر امجد بالحزن وبدأ يبكي في الغرفة وفي هذه الاثناء احضر القرويون الشرطة وقموا باعتقال امجد ترجمة نانسي قنقر